الولا تشاكلوا بل تغيروا عن شكلكم شو الشكل اللي بيتكلم عنهون ده بيفكرني بكورينثوس التانية 3-18 رسالة بوليس الرسول إلى أهل كورينثوس الصح 3 الآية 18 بيقول ونحن جميع النظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة ايه نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح وهنا الحقيقة ده خلينا نفكر الصورة اللي نتغير عليها بتفكرني يا سيس نظار بالكلام الجميل الحلو في سفر التكوين أصحاح واحد لما يقول نصنع نعمة للإنسان على صورتنا كشبهنا وبتفكرني كمان بالأكتر وانت أستاذ اللي عارفين لم يقول ونحن نعلم أن كل الأشياء في رمية 28 تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم دعوون حسب قصده لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم لكي يكونوا مشابهين صورة ابنهي أتالي الصورة اللي الله خلقنا عليها كانت أروح صورة هي صورة الإبن المبارك شورة يسوع والنهاردة الغرض من تجديد الزهن ومن الحياة الجديدة هواوة إلى آخره أن نحن نكون مشابهين صورة الإبن المبارك شخصاً ربي نتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها عايز أحكي لك فضل أساس أول مرة رحت فيها مونتي كارلو ما أنت عارف أنا فضلت 21 سنة بروح مونتي كارلو فأول مرة رحت مونتي كارلو كنت طبعاً زي القروي الذي بهارته أدواء المدينة ومشيت على الكورنيش الجميل بتاع مونتي كارلو حاجة تحفة حكاية وبعدين من ضمن الحكايات بصت لقيت واحد فنان والناس وقفة كده باحترام ساكتين كده كأنهم يعني المهم فأتريه هو فنان بورتري بورتري يعني بيبقى صورة قدامه وبيحكيها أو يرسمها يعني فأول ما عمل كده بسط لقيت شوية خطوط لا معنى لها ولا مغزة لأ أنا ما فهمتش حاجة من هو بيعمل وجافي دماغي جملة كده يقولت يا رجل ده بيعمل ايه هيسوي ايه الرجل ده في الحكاية اللي بيعمله مهمة فضلت وقفة لأن الناس وقفة وطبعاً الكلام ده في سري بس زي بيكون من الرجل سمعني شوية شوية بسط لقيت الصورة بتتضح 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 لحد لما أنا قلت بالي ايه ده الصورة دي هاي هتنطق الصورة دي ايه ده فهي دي نتغير إلى تلك الصورة عن الروح القدس من خلال الكلمة المقدسة في الزهن الممتلع بكلمة الله وعدسة الروح القدس اللي بتقرأ هذه الكلمة الروح القدس كل يوم بيرسم فينا خط من خطوط جمال وروعة وكمال وقداسة شخص الرب يسوع ده فكر لي بترنيمة انت ما تفتكرهاش يا سيد نظار لأنك انت شاب الايام القديمة دي ما عدتش عليك لما كنا بنرنم في مدرس الاحد ونقول بابا وماما ما تزعلوش لسه الرب بيعمل فيه فيعني بنقول للبابا وماما ما تزعلوش لما نغلط نسل لما نكسر حاجة لما نخبي حاجة لما نضحك عليهم في حاجة بتاعه بابا وماما ما تزعلوش لسه الرب بيعمل فيها مش فاكر انا بقيت الترنيمة ايه يعني لانها كانت وانا بشرط يعني فانا حايز اقول ان الروح القدس كل يوم بغيرنا الى تلك الصورة عينها الى صورة الابن المبارك عن طريق الزهن الممتلئ بكلمة الله والروح القدس الذي يعمل فينا كل يوم لكي نكون مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين اخوة كثيرين والكلمة على فكرة جميلة جدا في لغتها اللي هي ترجمت في الانجليزي اللي هو عن طريق الانعكاس زي زي ما كان المسيح على جبل التجلي في انجيل متى سبعة عشر آية اثنين فتغيرت هيئته طبعا امام محضر الله فهذا التغير هو انعكاس نوراني بيبتدي يلمع الانسان وفعلا يضو أكتر ويعكس صورة المسيح في حياته ويدينا فساعدة لمستخدمها في كولينس 2-3-18 نتغير إلى تلك الصورة وتتغير تطلع شيء مختلف تطلع فراشة يعني بتخش حاجة وتطلع حاجة تاني شيء تاني خالص خالص فتتغير فنفس الكلمة متى مورفوسيس هي نفس الكلمة اللي فيها نتغير إلى تلك الصورة وهذا التغير بشكل مستمر فالانسان مدعو فعلا ان يكون في حالة التغير المستمر اشتركوا في القناة